المعلومات التي قلتها في الصيف سالفة أكل يح و شمام مهمة أم لا؟ مهمة جداً جداً فيها سوائل يعني حاولوا دائماً تختارون الخضار والفواكه التي تكون مملوئة بالماء مثل الخيار في وايد ماء اليح نحن اليوم نسوي صلطة استوائية بالصدفة ترى بالصدفة أن هذه صلطة تسوي أكثر شيء بالصيف لماذا فيها من الفواكه والخضار الاستوائية أنواع الورقيات الخاس هذه مع الشمندر لأن الفائدة للدم نحن بشرنا بشكل طولي نعم والعنصر الأساسي هو المانغو المانغو هذه فاكهة أساسية تنظاف للصلاطة هنا في النهاية وبنفس الوقت بعد بعصر المانغو بخليفة الدرسينج معهم حلو سموها استوائية كيف تعصرين المانغو؟ هنا هذه شوفي هذه لينا وايد أمس يعني شريتها لينا وايد لا لديك أداء أو شيء معين أنا عادة أحب استخدم يديي صراحة لكي أحس تعفيص يعني أي وعليك نور نبسوا الغفاظ بروحكم على فكرة يعني هذا التكنيك حتى كان أنا كنت أرى أبي أعطي الصحة والعافية يشرب عصير المانغو يتم يعفصها و يشرب منها العصير نتعلم اللوليين صح نتعلم اللوليين هين شي يفعلون؟ شوفونا المقادير على المقادير في معلومة بتضيفينها؟ بضيف معلومة أنه نحن استخدمنا المانغو الفريش عشان نعطيه الدرسينج والسلطة طعم طازج أكثر يمكنني استخدامهم اللي في السوبر ماركت لكن ما بيعطيهم الفايدة الأصلية اللي نحن تريها من الفواكه والخضار عادة فأنا دايما أنصحكم بروحكم تساووا الدرسينج أو العصاير أو أي شيء تخدمونه في البيت لا تلجئون للجاهز ابتعادا عن المواد الحافظة اللي موجودة في الجاهز